كما وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي التهنئة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة وخلال التهنئة أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين لتحقيق أكبر قدر من رضاهم وذلك من خلال رفع كفاءة وتدريب العنصر البشري القائم على تطويرها وتقديمها مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت أو أخذت على عاتقها تنفيذ خطط استراتيجية لإصلاح الجهاز الإداري للدولة والتي انطلقت عام 2014 وتعد استراتيجية حاكمة تنطلق منها كل رؤى الإصلاح في الجهاز الإداري